السلام عليكم هذا الفيديو رد على قناة الجام في الفترة الماضية نزلنا ردود على جماعة الأرض مسطحة من ضمنها قناة ختلة وبعدها تيقنت انه ختلة كل ردوده فاضية وتركته وسحبت عليه بعد ما عرفت انه حتى جمهوره مش مقتنع برده ليش متأكد انه ما حد مقتنع برده لانه ربع الفيديو يحكي انه فصل النت بالجزئية اللي تحرجه الربع الثاني يستعرض كلام شمس الدين الذهبي على اساس انه كلام ابن تيمية الربع الثالث الربع الثالث هو انكار كلامه في الماضي ومراوغات مثل ما رح نوضح والربع الرابع هو رد على تحديات ما تحديتها وانا الصراحة بعد ما شفت المستوى المتدني في الرد اتجاهلته لكن مؤخرا نزل فيديو يتحدث اني ما رديت عليه لانه ما عندي ردود ففي هذا الفيديو رح ابين مستوى هاي الردود وارد عليهم نقطة نقطة بدون ما اتحجج بانه الانترنت فصل في الجزئيات المهمة ونبدأ على بركة الله اول دقيقة هي مقدمة فاضية ثاني دقيقة يتحدث عن تحدي انا تحديته نستمع للتحدي اللي انا حكيته وتحدي لختلة انه تكون السفينة نصفها اسفل الافق ويرجعها كاملة من خلال الزوم وبهاي التجربة رح اعذف هذا الفيديو واعترف ان الارض مسطحة اذا الشروط هي سفينة نصفها تحت الانحناء نرجعها بالزوم طبعا هو معرض نص التحدي على قناته لانه لو عرضه رح يتفشل قدام الناس ورد عرض هذا الفيديو فيديو لشخص يعمل زوم على الشمس فتبين بداية انا قلت سفينة مش شمس للأسباب اللي رح اوضحها بعد شوي ثانيا نصفها مش تحت الانحناء مثل ما انا طلبت ثالثا ما رجعها بالزوم الفيديو هو لشخص معتم الكاميرا لما عمل زوم رفع حساسية الكاميرا فبينت الشمس بالعربي الشمس هيه هون لما عمل زوم ورفع حساسية الضوء بينت ليك انا قلت بدي سفينة مش شمس لان الشمس تقدر تتلاعب حساسيته الضوء وتخفيها وتضحك على متابعينك ومن ثم هو صحح حكيه على الانستغرام وعرض فيديو لواحد يرجع السفينة وانا وضحت هاي القصة السفينة قبل الزوم ما كانت خلف الانحناء بل كانت صغيرة لدرجة ما تبين بالكاميرا لهيك الشرط الثاني ان السفينة قبل الزوم تكون نصفها تحت الانحناء علشان هاي الخدعة تنطلي فقط على المسطحين العقول فزي ما شفت تحدي اشي ورده اشي اخر تماما من ثم 6 دقائق كاملة وهو يقول لي انا مش قد التحديات بلى لا زال التحدي قائم سفينة نصفها تحت الانحناء بالزوم يروح تأثير الانحناء وتبين كاملة ورح احذف قناتي ركز على التحدي ما تعمل مغالطة رجل القش وتجيب اشياء ما طلبتها الجزء الثاني انه تحدى بوجود مفسر قديم حكى ان الارض كروية فجبت له تفسير فخر الدين الرازي قال لك انه فخر الدين الرازي متأخر مش من الصحابة ولا التابعين بس لحظة انت تستشهد بتفسير الجلالين وهو بعد الهجرة 800 سنة ما لك عين تطلب تفسير لانه لا يوجد مفسر معتبر حكى انها مسطحة وجزم بذلك وركز على كلمة جزم لان المفسرين اللي حكوا انها مسطحة حكوا انه ظاهر الآية ولم يجزموا مثلك فاذا جبت لي من هذول العلماء بجيب لك اضعافهم حكوا ان الارض كروية جيب للمفسر جزم ان الارض مسطحة مش راح تلاقي معظمهم حكوا انه ظاهر الآية كذلك بعدها دلس على ابن حزم انه قال ان الارض مسطحة فلما عرضنا رأيه عمل كالتالي صار يقرأ كلام ابن حزم بالبطيء ويقول وكأنه المعنى بصالحه خلنا نعرض كلام ابن حزم على لسان ختله تعديل يا جماعة الخير أثناء تعديل هذا الفيديو لما رجعت الفيديو ما لقيت الجزئية اللي تحدث عنها بعد ما دقيقت على الفيديو لقيته قص الجزئية اللي حكيت عنها تحت الأرض وهذا ليس بشيء لأن التحت قام أخذ كلمة وهذا ليس بشيء اللي هي تبع لاحظ هون قال تحت ثم قطع الجزئية اللي رح استشهد بيها الآن رح أقرأ الجزئية اللي قصها ونبين ليش قصها حاش مركز الأرض فأنه تحت مطلق لا تحت له البتة ختلة فسر هاي الجملة على الأرض مسطحة بدل ما تقرأ الكلام ببطء وبكسامة غبية فسرها الكلام حرفيا لا يمكن أن يفسر إلا على أرض كروية هاي الأرض مسطحة هاي مركزها كيف هذا المكان تحت مطلق لا تحت له هذا الكلام ما له معنى على الأرض الكروية هاي المركز وهي اتجاه الأعلى ونقطة المركز هي أسفل شيء لا تحت بعدها كلام منطقي على الأرض الكروية وما له معنى على الأرض مسطحة لتوزع ابتسامات غبية ومن ثم عد نفس الفكرة أرض كلام ابن حزم بابتسامة جماعة الخير هاي كلام ابن حزم وقف الفيديو لتقرؤوه هو عد قرأته ببطء وابتسامة الكلام اهل الجهل ايش يعتقدوا اذا دارت الشمس وصارت تحت الأرض خرجت من السماء وهذا تكذيب للقرآن ايش هو التكذيب للقرآن زوال الشمس تحت صفحة الأرض الشمس على الأرض الكروية مش رح تخرج من السماء لأنه مثل ما وضحنا السماء محيطة بالأرض فقط حوض السمك ممكن تخرج عنه الشمس من السماوات هذا التفسير المنطقي والآن يعزيزي المشاهد اقرأ النص ألف مرة إذا فهمت بطريقة ما أنه يرد على الكرويين أنا بدي أحذف قناتي ضحكات سخيفة مع قراءة الكلام ببطء بدون تفسير لا يعني أنه الكلام بصالحك في الجزئية الأخيرة عرض كلام ابن حزم لما حكى أن الأرض كروية وبعدها حكى هون قصده كرة يعني قرص يا أخوان للمرة الألف هذا تدليس يعني بنفس الجزء ابن حزم يرد على جماعة الأرض مسطحة ويرد على شبهاتهم مثل شبهة جنة عرضها السماوات والأرض وكل شبهات جماعة الأرض مسطحة بعيدا عن هذا الرد المضحك اللي بينا تدليسه عمرك شفت مسطح يستدل بآية يكور الليل على النهار كآية تثبت أن الأرض مسطحة ممكن تلاقي المسطحين يفسروها تمام أنه الآية تقصد أن التكوير مختلف معناه ومسطحة بس ما حدا إلو عين يستدل بالآية غير الكرويين وهذا موجود كثير عند كبار الشيوخ يستدلوا بالآية كدليل على أن الأرض كروية لكن حتى المسطحين اللي يحرفوا التفسير ما في حدا يستدل منهم بالآية إنما أقصى إشي يفسروه على مزاجهم أنا بدي رميرك هاي الآية بعيدا عن تفسيرك مين اللي يستدل بها المسطحين ولا الكرويين بس الكرويين اللي يستدلوا بها ولو كان قصده أنها مسطحة كان يستدل بآيات أكثر وضوحا هذا غير أنه كل سياق كلام ابن حزم هو رد على جماعة الأرض مسطحة مثل ما رد على شبهة جنة عرضها السماوات والأرض وإذا لساتك مقتنع أنه بن حزم قصد أن الكرة هي القرص فالجزء الثاني من هذا الفيديو رح نستعرض تشبيهات ابن تيمية للكرة وشبه بأشياء حتى لو خادشة الحياء لكن لا يمكن إلا أن تكون كروية وهذا في الجزء الثاني رح نوضحه وختاما عرض كلام شمس الدين الذهبي ويقول لك هذا رأي أهل الفلك مش العلماء المسلمين وهذا غلط هذا رأيه اللي مع أهل الهيئة والعلم لأنه قال وحكمها بصحيح لأنه ببرهان يعني هو يتفق معهم ومن ثم بيّن كيف يكون الاتجاه الأعلى على الأرض الكروية من خلال الآيات ولو هو كان ينقل كلام العلماء كان ما حكى أنه بصحيح البرهان ولا كمل معهم بذكرى الآيات التي تعنى بإحاطة السماوات بالأرض وهذا الجزء الأول من الفيديو نستكمل الرد في الجزء الثاني وبس والله شكر خاص لكل اللي دعموا القناة سواء دعم الماسي أو ذهبي أو فضي وإذا أنت كمان حاب تدعم القناة رح ترك لك رابط الانتساب في الوصف والشكر أيضا للداعمين في بيبال ترجمة نانسي قنقر